اشتركوا في القناة وازاي الجزائر بتتعامل على مدى سنوات وسنوات مع المغرب ومين اللي اخطأ في حق التاني وبطريقة كده ايه خفيفة عشان اللي مكانش اللي مكانش عارف يعرف واللي عارف يستمتع معنا وندحك شوية في البداية ما تسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد النهاردة معنا كام خبر مهمين جدا روسيا بتهزق صحيفة الشروق الجزائري روسيا ما فاضلش حد ما هزقهمش يعني حتى الدولة اللي المفروض انها الفترة دي متحلفة معاهم وحليفة معاهم طلعت وزارة الخارجية الروسية تهزق صحيفة الشروق بسبب المغرب وهنعرف التفاصيل سألتكم لو تحبوا نحكيها لايف ولا في فيديو مسجل ناس كتير جدا قالت فيديو مسجل وناس كتير جدا جدا قالت لايف فاحنا بس الناس اللي قالت مسجل قالت عشان هيجلنا اسئلة يعني على لايف فانا مش عارف اركز او يعني برد على الناس وبحكي في نفس الوقت فانا يعني بخترح فكرة انه احنا نعملوا لايف في الاول اراحب بيكو كلكو وارد عليكو كده في دقايق بسرعة وبعدين نحكي بقصة وفي الاخر نعلق مع بعض ان شاء الله فانعمل صهرة حلوة كده اليومين الجايين دول نحدد في الويك اند عندوكو نعرف ان عندوكو السابت والحد فنحدد مع بعض يوم وكتبولي في التعليقات رأيوكو نعمل حلقة السابت بالليل ولا النهاردة بالليل قولولي وانا معاكو في اي حاجة يلا بينا نقول اول معلومة معنا انه في صحيفة اسبانية الحقيقة انها يعني تهجمت جدا على الجزائر وقالت انه الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة المؤيدة للبوليساريو قالت الصحيفة الاسبانية بالنص كده انه مفيش دول عربية نهائيا بتدعم تواجد البوليساريو غير الجزائر قالت انه مفيش دولة عربية نهائيا نهائيا ضد الوحدة الترابية المغربية ومش شايفة انه المغرب المفروض يكون ليه السيادة على صحراءه الا الجزائر الصحيفة دي لا مني ولا منك صحيفة اسبانية قالت انه الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة اللي ضد الوحدة الترابية المغربية وهي الدولة العربية الوحيدة المؤيدة والدعمة للبوليساريو كمان ناصر بوريتا راح ولع الدنيا في كولومبيا يعني راح قصر الدنيا اقسم بالله فعلا يا جماعة لازم الراجل دا نديله تحيات كبيرة جدا وانا بحييه لانه هو اولا هم جننهم تاني حاجة انه سبحان الله بجد بيدخل في مكان تلاقي بصمته ظهرت على طول كولومبيا بتعترف رسميا بالصحراء المغربية وكولومبيا بتعلن عن ان شاء الله قريب جدا افتتاح كونسولية كولومبيا بالصحراء المغربية كل ما يروح حتى الدولة اللي هو راح هتعترف بالصحراء المغربية رسميا وتعلن عن افتتاح سفارة لها في الصحراء المغربية ومش كده وبس كمان دا كولومبيا كمان اعلنت عن انها هتلغي الفيز تأشيرات الدخول هتلغيها للشعب المغربي يعني النهار دا اول ما ينفذ القرار دا رسميا اي مغربي هيدخل الى كولومبيا يدخل بدون فيزا شايفين يا جماعة ناصر بوريتا صاحب المقص الذهبي راح كولومبيا قلب الدنيا خلاهم اعترفوا بالصحراء رسميا افتتحوا كونسولية في الصحراء المغربية ولغوا تأشيرات الصفر ما بين المغرب وكولومبيا عقبالي رب مصر ما يبقاش فيها فيز ما بين المغرب ومصر عشان راح المغرب كل اسبوع فان شاء الله تحصل يعني باذن الله في يوم من الايام لانه ما ينفعش يكون في فيز ما بين المغرب ومصر يعني بس طبعا دي حاجة ما ليش ايد فيها بس ربنا ان شاء الله يكرم وتحصل في يوم من الايام كمان المغرب تعاقد على 13 طيارة جديدة بدون طيار صناعة تركية الطيارات يا جماعة اللي بدون طيار دي رعب البوليساريو عاملة تخطية هيلة جدا للمساحات اللي البوليساريو دايما بيحاول ان هو يقرب لها يعني عاملة تخطية رائعة جدا الطيارات اللي بدون طيار سلاح متميز جدا في العصر الحديث فالمغرب تعاقد على 13 طيارة عشان يقوي ترسنته الجوية اكتر واكتر ويقوي ترسنته العسكرية بشكل كبير ويرعب البوليساريو اكتر واكتر اللي اصلا جالهم هلع في الفترة الاخيرة من الطائرات المغربية اللي بدون طيار الخبر الرئيسي اللي معانا بقى وهو انه الخارجية الروسية هزقت جريدة الشروق حقيقة ان انا كل شوية يعني انتوا عارفين طبعا انا بس خايف جريدة الشروق تقفل لانه جريدة الشروق هي البنبوني بتاعها يعني احنا بنصحى وننام على المتعة نستمتع بجريدة الشروق فجريدة الشروق من كام يوم او قريب يعني من كام ساعة نشرت زي تقرير كده بيقول انه في خلافات ما بين المغرب وروسيا بسبب تقرب او توطيد العلاقات ما بين روسيا والجزائر طبعا كلنا عارفين انه الفترة الاخيرة دي في توطيد علاقات كبير ما بين روسيا والجزائر وانه الجزائر بتروح تترمي في حضن روسيا لانه شايف انه الولايات المتحدة بتتطفق مع المغرب في امور كثيرة وفي اتفاقيات بتاع التجارة وتصدير للطاقة ما بين كمان المغرب وبريطانيا فاروح لمين هوبا اروح لروسيا المهم يعني انه روسيا تقربت بشكل كبير جدا من او العكس الجزائر تقربت بشكل كبير جدا من روسيا فتقارير بقى في جريدة الشروق بتضرب في الموضوع ده وتقولك اصلي فيه خلافات كبيرة ما بين المغرب وروسيا بسبب العلاقة الوطيدة اللي بقت ما بين الجزائر وروسيا فطلعت الخارجية الروسية قالت ان الكلام ده كله كتب وهزقت جريدة الشروق وهزقت اللي كتب المقال اساسا والتقرير وقالت انه فيه تقرير نشر عن انه المغرب في خلافات معانا بسبب تقربنا للجزائر وانه ده ما حصلش نهائيا وكل ده كتب وقالت بالحرف الواحد انه الكلام ده كله لا يوجد له اي مجال من الصحة غير في عقل اللي كاتبه يعني كأنها بتقول اللي كاتب المقال انت مجنون بتخرف قالت بالنص كده انه الكلام ده مش موجود غير فين في خيال اللي كاتب الموضوع ده في جارت الشروق ودي مش اول مرة انه جهة يعني دولية وجهة دبلوماسية تضرب وتهزق جارت الشروق لانه جارت الشروق الحقيقة بتنشر خرافات غير طبيعية كم يوم برضو قالك العمامرة قال انا حطولي في مسؤول مغربي حطولي ساحر وعملنا حلقة عن الموضوع ده يعني وتحكنا عليه فيعني ما بتنتهيش فكاهات جارت الشروق ما بتنتهيش جارت الشروق عايزة ببين انه في خلافات ما بين المغرب وروسيا عشان تقرب الجزائر لروسيا اصلا المغرب ولا يعنيها روسيا في شيء يعني ولا تفرق له والله لو روسيا حتى ايه نمت في احضان الجزائر والله ولا تفرق له المغرب ما جابتش سرط الموضوع ده خالص ولا المغرب تكلم عليه ولا حد مسؤول مغرب تكلم يعني اللي تقال ده كله خرافات المغرب ما يهمهش موضوع ده تماما ولا بيبصله المغرب بيبصل مشاريعه لبكرة للتطورات اللي حصله للتصدير الطاقة لبريطانيا القاوة العظما اللي في العالم للولايات المتحدة اللي هيبقى عندها مشاريع كتير جدا عسكرية في المناورات اللي هتتعامل ومشاريع كتير جدا تجارية مع المملكة المغربية فالحقيقة المغرب مركز في الحاجات دي مش مركز في انه روسيا بتعمل ايه مع الجزائر ولا خرجت معها بالليل ولا راحوا سينما ولا قاعدوا في الكورس اللي وراء الحاجات دي يعني ما بتشغلش بال المغرب نهائيا ده كان اخر خبر معنا بشكركم شكرا جزيلا ما تنسوش في التعليقات تقول لي تعليقاتكو وكمان تكتبوا لي تحبوا حلقة السادات نعملها في اللايف نطلع حلقة لايف كده نحكي القصة كلها صهرة حلوة كده نجيب قتاي الشاي المغربي بتاعنا ونقعد نحكي قصة اغتيال السادات تحبوا الحلقة دي النهاردة اللي هو الجمعة بالليل ولا السبت بالليل مستني رأيوكو ان شاء الله ومستني اختياراتكو شكرا جزيلا طبعا الاجماع هو لا هنعملو عشان في ناس عب تكتب حاجة فما يفتكروش ان انا نفضت الكلام او ما عملتوش لا هنشوف ايه الاجماع وهنعملو باذن الله شكرا جزيلا بشكركم يا رب الفيديو يكون عجبكو السلام عليكم